شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مأدوبة العشاء التي أقمها الرئيس الصيني تشي جينبينج لترحيب برؤساء الدول والحكومات المشاركين في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين بقاعة الشعب الكبرى كان في استقبال مصطفى مدبولي الرئيس الصيني حيث تم التقاط صور تذكارية كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهلها بالحضور مؤكدا أن بلاده حرصت منذ طرح مبادرة الحزام والطريق على تكثيف طاقاتها من أجل تعزيز الترابط والتواصل في العالم هذا ويشهد رئيس الوزراء فعليات المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي